وفد مرسلنا بأن المجلس الحربي الإسرائيلي سيعقد اجتماعا مساء اليوم على خلفية الحديث عن صفقة تبادل محتجزين وأسرة وشيكة مع حماس وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن صفقة التبادل تتضمن إطلاق صراح ثلاثة من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين مقابل كل محتجز من الإسرائيليين من جانبها تحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن حماس طالبت بأن تتضمن صفقة المحتجزين تحسين أوضاع الأسرة الأمنيين داخل السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى الإفراج عن ثلاثمائة أسير فلسطيني من النساء والقصر كما اشترطت حركة حماس حسب القناة الإسرائيلية إدخال ثلاثمائة شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة ينضم إلينا من القدس مرسلنا نضال كناعنا نضال نطلع منك على تفاصيل سلسلة الاجتماعات التي ستبحث تفاصيل السفقة المرتقبة وأيضا أبرز ما جاء من مواقف لناتنياهو نعم كارولين الآن في هذه اللحظات بدأ اجتماع المجلس الحربي الإسرائيلي المكون من خمسة أعضاء هذا الاجتماع سيستمر لساعة بعده سيكون هناك اجتماع للكابينيت الإسرائيلي الذي يضم أربعة عشر وزيرا من أجل التصويت على هذه الاتفاقية وبعد ذلك مباشرة سيبدأ اجتماع للحكومة الإسرائيلية التي تضم نحو أربعين وزيرا للتصويت على هذا الاتفاق الآن في هذه الدقائق مصدر سياسي إسرائيلي مطلع قال بأن كل أعضاء المجلس الحربي موافقون وبالإجماع على هذه الاتفاقية وأيضا من المهم أن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أبدو موافقتهم على هذه الاتفاقية وبالتالي من غير المتوقع أن يكون هناك أي مفاجآت في التصويت سواء في الكابينيت أو في الحكومة في السابق رأينا مثلا معارضة داخل الحكومة وداخل الكابينيت لقضية إدخال الوقود إلى قطاع غزة لكن في النهاية تم التصويت عليها وتم إقرار هذه الخطوة واليوم نفس الشيء من المتوقع أن يتم إقرارها طبعا لدينا الآن سيكون 24 ساعة على الأقل بعد إقرار هذه الاتفاقية في الحكومة ينص القانون الإسرائيلي على إهطاء مهلة 24 ساعة لأي شخص يريد الاعتراض على هذه الصفقة والتقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لذا من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه العملية على الأقل يوم الخميس أو يوم الجمعة القادمين وفقا لمصادر إسرائيلية ووفقا لمصدر سياسي مطلع فإن الاتفاقية تشمل أربعة أيام من الهدوء من الهدنة وقف لإطلاق النار في كل يوم يتم إطلاق ما بين عشرة إلى ثلاثة عشرة من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق صراح الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل سيسمح للأسرى الفلسطينيين بالعودة إلى أماكن سكناهم سواء في القدس أو في الضفة الغربية أيضا هذا المصدر أقر بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت فعليا على وقف طلعات الاستطلاع للطائرات المسيرة فوق شمالي القطاع لست ساعات كل يوم من أيام التهدئة هذه وبالتالي سيكون من الصعب على إسرائيل متابعة تحركات حركة حماس في شمالي القطاع أمر مهم جدا أيضا كنا تحدثنا عنه وهو أن الجيش الإسرائيلي خلال أيام الهدنة لن يسمح لسكان شمالي القطاع الذين نزحوا جنوبا بالعودة إلى الشمال بالنسبة للجيش الإسرائيلي هذه هدنة مؤقتة لبضعة أيام ربما سيتم تمديدها إذا ما قررت حركة حماس إطلاق صراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين هذا بند في الاتفاقية يجعل الباب مفتوحا أمام إطلاق المزيد من المحتجزين الإسرائيليين لقاء طبعا مزيد من أيام الهدنة وربما الأسرى الفلسطينيين تأكدت طبيعة ندال من سيتم إخراجه هذه الهدنة فأنه سيعود للقتال سيعود للقتال ولكن هل اليوم نعم من سيتم إخراجهم في هذه الصفقة نعم أولا من سيتم إطلاق صراحه من المحتجزين الإسرائيليين هم من النساء وأبنائهم سواء كانوا أطفال أو يبلغون من العمر 18 عاما شرط أن لا يكونوا دخلوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي هذا ما تقوله المصادر الإسرائيلية التركيز هو على هؤلاء وأن يكونوا على قيد الحياة وإسرائيل اشترطت أن يكونوا من الإسرائيليين وليس من الأجانب أو حملت الجوازات المزدوجة بالنسبة لإسرائيل هي تبرم صفقة من أجل مواطنيها وليس مواطني دول أجنبية مع العلم أن هؤلاء إسرائيليين في أغلب الأحيان ويملكون جوازات صفر أجنبية لدول أخرى ربما قد يكون هناك مواطنا أمريكيا على الأقل أو طفل أمريكي ربما في إطار هذه الصفقة كون إسرائيل تتحدث عن إطلاق صراح الأطفال لكن على الأغلب هذه هي ملامح هذه الصفقة الآن ستبدأ المباحثات داخل المجلس الحربي المصغر وبعد ذلك كما قلت سينتقل التصويت هناك طبعا معارضة داخل الحكومة لمثل هذه الخطوة هناك بعض الوزراء الذين يعارضونها مثل حزب قوة يهودية الذي يرأسه إتمار بن كفير هو معارض لهذه الصفقة وقبل نحو ساعة كانت هناك مطالبة من إحدى الوزيرات من حزب إتمار بن كفير للحكومة بتقديم وثيقة تنص فيها على موقف الجيش الإسرائيلي من هذه الصفقة والآن المصادر الأمنية الإسرائيلية والمصادر السياسية تقول بأن الجيش الإسرائيلي يوافق على هذه الصفقة هنا حزب إتمار بن كفير يريد القول بأن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لا توافق عليها وبالتالي يحاول إيجاد مبرر ومن هنا أهمية هذه الموافقة للأجهزة الأمنية كون أيضا الجيش الإسرائيلي سيتحمل الكثير من الصعوبات خلال الهدنة بسبب الوضع على الأرض وحالة الاشتباك عن مسافة سفر وتواجده داخل الأراضي في شمالي القطاع شكرا جزيلا لك على المتابعة وسنعود إليك ندال كنعنا لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة بعد هذه الاجتماعات أو سلسلة الاجتماعات شكرا جزيلا لك ندال من القدس